إيران دولة تعشق الشبكة العنقبوتية لديها إحدى أعلى نسب استخدام الإنترنت في الشرق الأوسط لكن البعض يعتقدون أن الجمهورية الإسلامية على شفاء ثورة إلكترونية سوف تغير كل ذلك هذه إحدى الوثائق الحكومية القليلة عن مشروع حكومي سري يعرف باسم الإنترنت الوطني الوثيقة لا تقول الكثير ولكن ما اكتشفته هو أنها تعطي السلطات إمكانية قطع الإيرانيين من سائر الفضاء الإلكتروني باللحظة التي يدخل فيها الإيرانيون على مواقع أجنبية مثل جوجل أو فيسبوك أو تويتر فإنهم يدخلون على مواقع تقديم الخدمات حول العالم مثل سائر الناس لكنهم عندما يدخلون إلى المواقع المحلية مثل البنوك والإدارات الحكومية فإن ذلك يتم عبر الشبكة الجديدة التي تم إنشاؤها في البلاد إذا ما دخلت إيران في مرحلة من الإطرابات والخطر السياسي فإن الحكومة تستطيع الضغط على زر يغلق الإنترنت العالمي وتقول للناس إن بإمكانهم فقط استخدام المواقع المحلية الحكومة تقول إن الإنترنت الوطني سيساعد على سلامة المعلومات وسوف يجعلها كذلك آمنة كما سيشجع الإيرانيين على استخدام المواقع والخدمات المحلية لكن منتقدي تلك الإجراءات يقولون إن لها هدف شرير التحكم في الإنترنت هو خطوة الحكومة الإيرانية المقبلة وهي محاولة لحرمان الإيرانيين من حرية المعلومات وحرية التعبير وتمثل الشبكات العنكبوتية الدولية السلاحا ثمينا لجماعات المعارضة في إيران فبعد انتخابات عام 2009 المثيرة للجدل استخدم المحتجون الإعلام الاجتماعي مثل يوتيوب لجعل العالم يعرف بالاضطرابات الواسعة وسوف يؤدي الإنترنت الوطني إلى منع حدوث ذلك مرة ثانية لم تتخذ دولة أخرى مثل تلك الخطوة كوريا الشمالية إحدى الدول القليلة التي لديها شبكة إنترنت محلية كوانغ ميونغ أو النقي يوفر دخولا محدودا للشبكات العنكبوتية في كورية الشمالية حيث يقدم الأخبار والخدمات والبريد الإلكتروني والدردشة والبحث عن طريق الإنترنت غير أن هناك فرقا كبيرا بين الدولة الشيوعية المعزولة وبين إيران الشعب الإيراني لديه بالفعل إنترنت وتدوين وتويتر وأخذ ذلك منهم شبيه بأخذ الضروريات كالطعام أو الماء بسيطرتها على التقنية فإن سؤال المتبقي هو ما إذا كانت الحكومة الإيرانية سوف تتخذ خطوة راديكالية تعزل بموجبها الإنترنت الخاص بها عن إنترنت العالم